شفنا ميستر كولر بعد المباراة طبعا هو المكسب 3-0 مكسب كبير ولكن تحس ان هو مش راضي عن الأداء في بعض الأوقات المباراة يعني هو قال ان احنا في آخر شوت الأول استقبلنا ركلة جزاء ولكنها ضاعت فقلت اللعيبة التركيز يزيد الشوت الثاني بدأنا الشوت الثاني بركلة جزاء علينا ضاعت في بعض الأمور جوه الملعب ما كانتش عجبا وخصوصا الشوت الثاني ولكن هو قال برضو ان احنا كويس قوي وانت مش في أفضل حالتك ان انت بتحافظ على المكسب وبتقدر تجيب جول ثالث الأخطاء هنعالجها هيقعد مع اللعيبة عن قال بكرة هنبص على الأخطاء اللي حصلت في الماتش وكلام واقعي يعني هو الرجل بيتعامل كان ممكن واحد تاني يقولك احنا كسبنا ثلاث مش هنفكر ان احنا نبص لكن هو الرجل بيتكلم ان كان فيه أخطاء هنحاول نعالج الأخطاء دي علشان احنا بنبص لقدام كلم على عملية التدوير في مراكز بعض اللاعبين كلم على المهاجمين وقال انا بلعب ضغط على الفرق اللي قدامي فمحتاج ناس جاهزة قدام ناس بتعمل مهاجم كبير وناس بتجري فأكيد حيبقى فيه عملية تدوير في الجزء الأمان يعني هو اتكلم بواقعية واتكلم بسلوب متزن ما فرحش قوي ان المكسب 3-0 ولكن حتى وهو كسبان 3-0 اتكلم على وجود بعض الأخطاء ارتكبت على مدار الشروطين ترجمة نانسي قنقر